سنشهد رحيل رجل دين معروف بطريقة مؤسفة وغير متوقعة وغير متوقعة هلأ بلبدان غير لبنان أعتقد ممكن يكون بلبدان أحد الإعلاميين المعروفين سنراه بالمستشفى بسبب حدث مؤسف وسنرى حشود ووجوه إعلامية بيرز على أبواب منزل هذا الإعلامي وقوات من الجيش والأمل تنتشر حول منزل الإعلامي لضبط الوضع والفوضى نعم الجنوب اللبناني سيعود إلى قلب الحدث من جديد وسنرى المقاومة تستعد وتتأهب لمواجهة كل الاحتمالات الواردة وبتكون مزارع شبعة في قلب هذا الحدث أرى وقوع أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن المقدسة في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم بيشهد لبنان معركة شبيهة جداً بمعركة مخيم نهر البارد غير اللي عم نشوفه هلأ بالمخيمات أخواننا الفلسطينيين دولة عربية تتعرض لخطر انقسام كبير هو رؤساء في خطر فعام 2023 للعبداللطيف بتتوقع أن اليمن عنوان السلام والأمل واللي حينطلق من ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وحتكون اليمن أمام المراحل الأخيرة من النزاع العسكري والمعاناة كمان شافاها بتتجه للوصول إلى بداية تسوية شاملة لإنهاء الحرب من خلال تفاهم سعودي إيراني بيجمع كل اليمنيين وهيساعد على ولادة حكومة يمنية واحدة تحظى بدعم كل العشائر والقبائل والأطراف في اليمن ومن هنا سنرى طاولة حوار تجمع كافة القيادات والأطراف اليمنية وتضع اليمن على أول طريق للاستقرار والتغيير ساحة اليمن تشهد دور كبير لنجل الرئيس السابق علي عبدالله الصالح وهذا الدور سيصب في مصلحة اليمن ويقودها إلى مرحلة السلام القادمة وسنرى شخصيات يمنية وعربية تواكب هذا الحدث والتغيير وتؤدي إلى وقف الحرب والقتال والانتقال إلى مرحلة الإعمار رئيس أو قيادي سياسي بارز أرى للأسف الشديد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب حدث غريب ومؤسف انتصار قادم للمقاومة وإنجاز على جبهة الجنوب واستنفار للجيش على أبواب مخيم عين الحلوة والإعلام ينقل الأحداث ويغطي الخبر والفنان فضل شاكر خارج مخيم عين الحلوة فضيحة قادمة تطال بعض الشركات الطبية اللي حتستورد لقاح الأطفال في العالم وتصل أصداء هذه الفضيحة الكارثية إلى أبواب العدالة والقضاء في بعض الدول مش بس في لبنان وإلى وراء القطبان في عدة دول غيابه رحيل رجل دين بارز عن الوجهة اللبنانية بشكل مفاجئ كما متتوقع أن دور أحد المحافظين البارزين في ليبيا حينتهي في 2023 والأنظار والإعلام على محافظ العاصمة الليبية ترابلوس بسبب قضايا مختلفة وحساسة شخصية ليبيا رياضية وبارزة في مجال الاقتصاد والأعمال داخل وخارج ليبيا أرى بتلعب دور كبير وبارز على الساحة السياسية في ليبيا وداخل المرحلة القادمة أرى أن هذه الشخصية سوف تتولى دور قيادي فاعل وتحتل أحد المناصب المهمة في ليبيا مدينة بني غازي الليبية وبعض مدن شرق ليبيا بتكون أمام نهضة عمرانية كبيرة من خلال دور كبير لأحد أبناء المشير حفتر وبني غازي لأحد أبناء المشير حفتر وبني غازي تنتعش ويلمع اسمها من جديد حيتعرض النائب العام في ليبيا إلى محاولة اغتيال لكن بإذن الله حينجم منها وستبوق بالفشل والله يحمي الجميع الساحة الليبية حتكون أمامها عدة ظواهر خطيرة بتحمل معها قضايا فساد وانتشار المخدرات وحبوب الهلوسة بشكل واسع مما سيؤدي إلى انتفاضة شعبية غاضبة وعرمة بتحدد من خلالها مصاري العملية السياسية الليبية وده في المرحلة المقبلة أرى أنه إذا لم تتوحد حكومة الشرق وحكومة الغرب بليبيا وهنا أقصت حكومة الدبيبة وحكومة باش أغا فإن ليبيا مهددة بالانقسام الكبير والوضع الليبي سيكون خطير للغاية وأرى سيف الإسلام القذافي حيكون في الوجهة من جديد وخطاب ناري مهم لسيف الإسلام وتعاطف كبير من الشعب الليبي لسيف الإسلام القذافي كمان ليلة عبداللطيف بتتوقع أن دور أحد المحافظين البارزين في ليبيا كمان تتوقع ليلة عبداللطيف أنها ستتعرض حكومة الدبيبة في ليبيا بالـ 2023 إلى خطة سياسية كبيرة بسبب ظهور قضايا فساد غير مسبوقة وتؤدي إلى رحيل حكومة الدبيبة عن الوجهة والقضاء الليبي يتحرك كمان تتوقع أن دولة قطر ما قبل المونديال ليست كما بعد المونديال خاصة بعد أن أضاءت سماء العالم بأنوار النجاح في هذا الإنجاز الرياضي الكبير مما وضع قطر على قمة العالم والإعلام ومن هذا المنطلق سيشهد الإعلام والعالم حفل تكريم عالمي خارج على شرف أمرها الشيخ تميم بن حمد الثاني قطر حتكون خلال المرحلة القادمة على أبواب ثورة سياحية غير مسبوقة وشايفة وفود سياحية في دولة قطر خصوصا من رعاية الدول اللي شركت في المونديال ستبدو قطر وكأنها تعيش عرس المونديال من جديد في قرار مفاجئ شايفة قطر بتفتح أبوابها لتستقبل كل من يطلب اللجوء السياسي إلى أراضيها ومع كل الدول والأديان وبشكل قانوني ومن كل الأجناس سنشاهد وفد قطر يزور سوريا بشكل مفاجئ ويفتح المجال إلى تبادل أزيارات بين قطر ورئيس الأسد وشايفة مصلحات ومشاهدة